انا شايف انه انا حاب نهارده اقول اتنين تباً اول تباً هو تباً للسبوبة تباً لسبوبة السنوات العامة لان للأسف 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 السنوات العامة دي عاملة زي رمضان كده بالظبط رمضان ده حضرتك هو كان زمان كده لما رمضان محمد تعالى نزل رمضان وقمرنا بالشهر والصيام كان رمضان العبادة أذكر بقى صلق قرآن صداقات أعمال خيرية حاجات جميلة من دي تحاول رمضان دلوقتي ايه الخيمة الرمضانية ومسلسلات الرمضانية وبوكسات الرمضانية اللي ملهاش اي علاقة باي حاجة رمضانية ولكن في النهاية ايه؟ ده بيزنس الناس اللي عندهم بيزنس قدروا يعملوا براندنج او يعملوا بالماركتنج بتاحهم يلعبوا في العقلية بتاعتنا فيخلونا بنشوف رمضان ان هو رمضان هو ده هو ده المسلسلات والحاجات دي نفس الفكرة الناس اللي بيزنس بتاحهم ساعة سنوية عامة بتعمل فيه ملايين سنويا لان بدأ يتحصل بقى فيه ايه؟ بدأ فيه تطور المالازم اللي مش حارفة عاملة ازاي والاستاذ فلاني عامل الكتاب بتاعه وفيه مراجعات مالاش لازم بتتعمل وفيه حصص كده من الهوى بتطلع في النص وفيه حاجات غريبة عمالة بتحصل وفيه اسعار رهيبة بتطلع والناس عمال بتخرب بيوتها الاهالي لان السبوبة دي جميلة عشان نبيع المنتج زي ده لازم نرهب الناس لازم نخوف الناس لازم نعمل على امتحانات اسبوعية ونضغط عليهم ولا هيقل عن عشين من عشين همشي ومش هعلموا يعني حاجات كده غريبة والله عظيم واحد بيبقى مش قادر يتخيل ان هزي المنظومة هي تعمل ان الشباب دول يتعلموا ويطلعوا يجيبوا مجموع طبعا اكيد فيهم ناس يعني محترمين ولكن المنظومة كلها ذات نفسها ان يحطوا شاب في السن ده في الضغط النفسي ده على هذا المنهج اللي هو اصلا غير مطور اللي هو مجر بيفيده في حياته في اي حاجة اللي هو يعني لمواخزة هيفيده اه بس عشرين تلاتين في المية من الفايدة اللي هو محتاجها ونبقى ضغطين الناس بطريقة دي عشان ناس تشري المنتج اللي احنا بنبيعه دي كرسة تاني حاجة تبا لحضرتك اصلا من مواخزة انت فكرك انت طبعا بسطت جدا وانت لقيت بقى ايه قالك الرجل ده عنك ده حان الرجل ده بيقول تبا للمنظومة وتبا لحضرتك انت كمان ولو افترضنا دايما انا في دائرتين دائرة بتاعت حضرتك في التأثير بتاعك ودائرة خارج التأثير بتاعك المنظومة والبزنس ده دي بس انا بديها لك معلومة عشان تهدي اعصابك وانت داخل الموضوع لكن دائرة التأثير بتاعتك هو عملك انت في السنوية عامة 80% من طلبة انا مشوفوا انا معظم اللي امتابعيني شباب في السنوية يا جماعة انتم مضيعين نص وقتكوا بتشتكولي عن السنوية عامة على تويتر وفيسبوك انت فاتح اصلا تويتر وفيسبوك وجايب تتفرج على الفيديو ده ليه؟ انت ايه اللي جابك هنا اصلا في وقت زي ده؟ حضرتك محتاج تقوم تشتغل الموضوع سهل وبسيط على فكرة انت محتاج تغير نظرتك للموضوع وتقوم تسترجل وتمسك بقى نفسك شوية وتحطر حاجات قدامك والمراجعات اللي ملهاش لازمة اللي انت عارفين ان ايه بيزنس واحد منوك يروح ويسجل المحاضرة وبعتها لكوا اوديو تعودوا تسمعوها تسجل حاجات انت وانت بتسمعها وتحطها في وينك بدل المواصلات اللي انت بتضيعها في الدروس اشوال انت بتعودهم مع اصحابك قبل المراجعة وبعد المراجعة وانتوا رايحين تجيبوا السندوشات وانتوا راجعين من السندوشات تتلموا وتروح على طول وتعط الشغل تيجي المذاكرة اللي في النص اللي هو خمس ده تطلع تبص على التلفزيون مفراجعة لايه؟ تبص على حتة من المسلسل تبص على حتة من الاعلان تبص بس على الفيسبوك تروح حتة هنا تقف مع ماما في المطبخ تكلم خالته تكلم عامته وفي الاخر تلاقي اليوم بتاع قطار منه خمس ست ساعات ده غير التمن تسعة ساعات بتوع النوم ده غير الساعتين بتوع الفطار ده غير لو انت راجل صليتلك ساعة ولا حاجة في التراويح هتشتغل انت فانت محتاج تقف مع نفسك وقفت بقى رجالة بقى وتيجي تقعد بتقول ايه خلاص انا يا سيدي انا في انظام يا سيدي متخلف تعمل بقى ما هو الناس للنكحة مش دايما بيحطوا في بيئة دايما مهيئة تلاقي اخو احنا اصلا الكوكب ذات نفسه سيبك من مصر الظروفة صعبة بس الكوكب نفسه هو بيئة غير مهيئة ولكن الناس النكحين هم عندهم القدر ان هم يستغلوا البيئة دي ويطلعوا بيها بحاجة فلو سمحت ارجع بقى قعد مع نفسك كده وقفل بعد الفيديو ده لو سمحت تقفل كده كل الاكاونتات بتاعتك بتاعتك بتعمل شير طبعا الفيديو ده عشان بقيت صحابك يقفلوا الراح و الراحة هم كمان وتخون بقى تركز مع نفسك انعازل بقى شوية اخي اقفل على نفسك خشوا معسكر ما تبقى خلاص حط انا النهاردة في موقف انا مش هطلع من هنا الا وانا عامل اللي انا عايزه وربنا كريمك ورابة والله انا يعني هحاول ان شاء الله بيه اعمل فيديو عن ازاي تراجع و ازاي تليم الدنيا بسرعة و شوية افكار كده و تبس لحاجات الصعبة مثلا شوية تريكس ممكن تستخدمها عشان تفتكر و غزاك مالخير ارجوكم ممكن تعملوا منشط كل صحابكم في السلامة عامة و صحابكم الداخلين سلامة عامة اي اه اين كان انتوا تعملوه المهم الرسالة دي توصل للناس و غزاكم مالخير وسلام عليكم والله فاركاته حبوكم في اللي لا تنزعلوش مني لو فالله العظيم بحبوكم وصعبان علي أن المسجات اللي بيتجي للناس يعني شباب زي الورد والله العظيم والعيال زي الفل وعمالين متضمرين عشان نشد حال كنتو بس والله مستحن